طموح ما له حدود، أنا ما بتخيل أبداً أنه الطموح لازم يكون على إياس الشخص فالطموح ما بيزبط إلا مع أنه يطلع لك عراقيل وتحديات وهي وأنت تتجاوزها الأهل لازم يلعبوا دور أنه يقولوا لبناتهم أنه فيكن تعملوا هدول الشغلتين فيكن تعملوا هدول الشغلتين ومع بعضهم يعني فيك تكوني جاهزة لتتجوزي وتجيبي أولاد وتعمل عيلي أولاد ونفس الوقت تكوني كيان وتكوني حالك أنت وتلاقي كرير لألك تسبت وجوده بالعكس حتى إذا هيدا البنت أو هيدا المرة تجوزت وجابت أولاد ممكن هي كمان تعطي لأولادها الشي اللي هي تعلمته الشخص اللي ما عنده طموح هو شخص ميت هو الشخص ما عنده شي عيش كرماله مجتمعنا عن جد معلم واعي مثقف ما رح أقول الأغلبية بس في كتير منهم صار عندهم وعي لأنه المرة إلا تعمل شي وتأنجز شي وإذا أنجزت بتأبدع الأحلام الرغبة في النجاح الرغبة في تحقيق الذات كلمات عديدة تعبر عنها كلمة واحدة هي الطموح الطموح هو قوة دافعة تدفع الإنسان نحو تحقيق أهدافه وتحقيق أحلامه الشعور بالرغبة الشديدة بالتقدم والنجاح والاستمرار بالتطور والتحسين ويعرف الطموح باللغة بأنه الارتفاع حيث يقال طمح البصر أو طمح بصر الشخص أي بمعنى ارتفع إلى الأعلى وكل ما هو مرتفع فهو طامح قسم الطموح إلى عدة فئات من الطموح الاجتماعي الطموح الفردي والطموح الشبيه بالخيالات المرضية كما أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في اختيار وتحقيق الطموح أبرز القدرات العقلية وفكرة الفرد عن نفسه ولكن ما مدى تأثير العمر والمجتمع على تحديد الطموح ولأي درجة يستطيع الشخص التضحية بحياته الشخصية من أجل طموحه وكيف تواجه المرأة صعوبات مجتمعها لتحقيق طموحه كل هذه المواضيع هي بودكاست اليوم للنقاش مع ضيفتي في الستوديو الكابتن الطيار دانيلا رزق ستنا أهلا وسهلا فيك على المدينة أهلا فيك أهلا فيكم كلكون شرفتين شكرا شكرا للمدينة ولكل القيمين على البرنامج كثير بيقولوا أن الطموح أو طموح الإنسان لازم يكون متناسب مع قدراته ومؤهلاته برأيك لازم الواحد يكون طموحه كبير حتى ولو أكبر من مؤهلاته وأكبر من الشيء اللي هو مثلاً عم يشتغل عليه طول عمره وحياته منه ليش لا طموح ما له حدود أنا ما بتخيل أبداً أنه الطموح لازم يكون على إياس الشخص بجوز شخص يولد سوري يعني بجوز يولد بميته ممكن أنه كتير يكون عنده طموح أكبر من كتير من هذا المكان اللي هو فيه في كتير ناس ولدك ببيئة مثلاً فقيرة أو بيئة بسيطة أو بيئة ما بتساعد لأنه الواحد يحط طموح هالقد كبير بس مع هيك قدروا يتمردوا على هيدا الواقع تبعون ويقدروا حطوا طموح لإلون مثل ما قلت هو قوة بقلب الإنسان وأنا بعتبرها كمان طاقة هي اللي بتخليك تدفوش حالك لحتى توصل لطموح أنت بتحدده وأنت بتحطه وهو ما له حدود حسب قدرت الإنسان عليه أو حسب الإنسان شو بيتمنى أو لوين هو حاطت حدود لإلون وقت ما بيكون في حدود أكيد طبعاً ما في مشكلة يكون الطموح كبير خليني روح للشخصي شوي بمكانه معين اليوم حضرتك كابتن طيار طبعاً نحن بنفتخر فيك تك اللي أكزور يعني وهذا الشيء يعني بسوريا هو الشيء صعب يعني أنه اليوم يكون في كابتن طيار سواء شاب ولا صبية ما له شيء سهل أولاً بداية من أنه نحن ما عنا الدراسة يعني نحن ما عنا دراسة الطيران تاني واحدة ما له من طموحاتنا نحن الصغار يعني اليوم عادة ما بنسأل نحن لما بيكونوا صغار يعني ما نكون صغار بيسألنا شو بدك تطلع أو شو بدك تصير بالمستقبل كل آياتنا بنقول ده نصير طيارين بس بالفعل تحقيق هذا الطموح بيكون كتير صعب قديت عزبتي أو إذا هذا الطموح هو كان طموح الأساسي بالنسبة لإليك أكيد من أنا وكتير صغيرة هلا أنا ولدت ببيت فيه وطيار والدي كان طيار فخدت الشغف تبع هيدا المهنة منه بس كبرت يعني ما كانت عم تقلل كل ما كان عم يقطع وقت كانت عم تكبر معي بس مع هيك حتى لو أنه نحن كنا ببلد ما مثل ما قالت ما كتير واضح فيها هيدا المهنة أو إيه صعب خيء الطموح بما كان بس بما أنه أنا كنت هلا أنه نحن لأنه كنا بدوارة مثل ما بتقول أنا كان وعدي طيار ورفقاته طيارين وولاد رفقاته طيارين فأنا كنت بعرف تقريبا شو الدولة عملت وشو ساعدت لحتى تفتح المجال لكل حدك عم بده فلا نحن من زمان كانت شركة طيران سوريا كانت معروف قديش دعمت العالم وحاولت تدعم الطيارين وولادهم لحتى يواصلوهم لأنه يدرسوها لأصح نحن ما عنا دراسة بقلب البلد هون وفي كتير بلدان تانية ما في عندها كمان نفس الشي مية بالمية فكانوا يبعثوا اللي بدوا يتعلم هيدا المهنة لبرة ويرجع لهون يتدرب نحن لهلأ نحن هون منطير وطيارين كتار نحن بسوريا بس لهلأ نحن التدريبات تبعنا تبع كل ستة شهور كمان برة بس ياللي بيسأل مثلا وبياخد فكرة عن هاي المهنة وهي الدراسة انه شو الستبس لحتى انت توصل الى معنو شي صعب لحتى انت تحط خطوة أول خطوة بهذا الطريق وبتكمل فيه بس انه الشي الوحيد اللي هو للأسف معنو موجود عنه انه كدراسة بس كهمة وك يعني اول شو بيقولول يعني ارادة او نية موجودة بالمجتمع السوري لكتير من العالم بناء على حديثك دانيلا فيني اسأل بمكان اذا كان الطموح شوي كان موجه كونه الوالد يخلي لك هو طيار يعني كان فيه توجيه معين مثل ما قابل عادة ابن الدكتور بيكون دكتور ابن المهندس مهندس ابن مهامي مهامي لا ابدا كان فيه توجيه معين من الاهل بانه انتي بنت طيار فالسهو لازم اني تكوني الطيارة ابدا 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 والدي ما كان مع الفكرة ابدا كان ضد الفكرة والسبب بوقتها مثل معايلة يعني كانوا يسألوا الشباب شو وب Bilasmiyiyor الشباب يقولوا بدنا طيارين البنات مثلا بجوزه كان يقولوا مضيفة الصورة النمطية للطيار الشب مع انه كان في عنا في ذاك الوقت او بعد بشوي كان عنا طيار انسى يعني بس لا انا كان ضده لانه كان بيعتبر انه في ما انه طريق سهل يعني هو طريق صعب متلو متلقى يا ابي يعني كان بيعتبر انه لا ما بدي بخاف ما بدي حدا يرميها بوردة يعني مع انه هيك هي كما هنا صعبة هي صعبة هي كتير صعبة بس هي كتير حلوة يعني طالما اذا انت عندك الباشن والشغف لهي المهنة فحلاوتها وهذا الشغف بيلغي هاي الصعوبة قد ما انت بتشتغلها لحالك قد ما بتستمتع فيها يعني انا وقت البروح على شغلي ما بكون رايحة شغلي انا بكون هيدا اللايف ستايل تبعي هيدا نمط حياتي هاي اطعم من حياتي فانا بحبه كتير لدرجة انه انا ما علي صعوبتها انا بقبلها لانه هي الحلاوة تبعا انا وقت لعم بعمل شي ما نو معنو معنو معتيادي واليوم ما لا لا هي المهنة اللي كتير مطروقة يعني يوم دكتورا اوكي في كتير صبايا بموضوع الطب حتى يعن حتى الطيار كطيار كشخص شب يعني كمان ما لا هي المهنة المطروقة وما له هذا الطموح اللي كتير سهل انجازه كان صعب تحقيق هذا الطموح بمكان معين كان كتير سعب بيطلب كتير اشياء لازم تكملها قبل ما تطلع وهو خلال الدراسة وبعد يعني قبل ما تطلع بدك تتأكد انه انت طبيا اوكي وجاهز يعني لائق انه انت تطلع لحتى تبلش تدرس طيران طبعا قبل كل شي برجع بعيد وكرر على قصة الشغف هاي باي مهنة مو بس بالطيران بس بالطيران كتير اه قبل ما تطلع بدك تتأكد طبيا انه كل شي تمام لانه انت طالع تدرس برا اوكي في عندك العقبة التانية والكتير كبيرة كانت المادة لانه هي 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 دراسة مكلفة جدا مكلفة جدا هذا هذا يعني عادة بيقولوا اللي بدروس طيران انه بتكون هي من اغلى الدراسات يعني كمصاري يعني وانت الوقت اللي عم تستثمر بهاي دا المهنة او عم تستثمر بهاي الدراسة ليرجع لك شو انت حطيت وستثمرت بده كتير وقت اوكي يعني للاسف بسوريا برا لأ برا بيرجع لك بيرجعوا دغري بس بما انه انا سوريا حبيت ضل هون هالمادة كان العائق التاني بيجي بعدين بقى الدراسة هي مراحل طويلة نظري عملي تست كتير في عندك فحوصات كتير في عندك كتير اشياء من مرفية نحنا كدراسة لحتى تقطعها تجتازها وفحوصات كتير بعدين لحتى تقدر تخلص الدراسة لدراسة العامة بس تخلص مو يعني خلصنا بس تخلص في عندك الاختصاص كمان الاختصاص معنو شي سهل مثل الطب يعني الطبيب بيدرس طبعا بعدين بيختص حتى كنت عم تذكري قبل بشوي بانه نحنا حتى الان يعني انا اليوم طيارة يعني طيار بطلع بالطيارة وبطير انا لليوم برجع برعمل دورات وبطلع كل ست شهور انو انو انت اكيد جاهز تكون طيار كل ست شهور نحنا عنا فحوصات وعنا تدريبات لكل الحالات اللي الاحتمالات الطارئة اللي ممكن تصير بالطيارة فحتى بعد الاختصاص منرجع نختص بعدين منرجع من الدرا بيحطونا بكمان بمرحلة تدريب اول شي على السيميليتر جهاز محاكاة طائرة او طيران تشبيهي بعدين بيحطونا على الطيارة على منطلع على الطيارة مع طيار مدرب وبيتلا معنا كمان طيار اسمه سيفتي بايلوت كمان هذا بيكون في حال صار اي شيء تاني كمان بيكون معنا موجود فهي مراحل طويلة وكبيرة لحتى انت تقدر تقعد على هاد الكرسي وتكون متحكم بطيارة لك تمرق بكتير شغلات وهيدا عوائق كتير كبيرة قديت حقيق الطموح وخصوصي بحالتك كان صعب قديت كتير صعب بس وقديت في يوم اتعاب كنتم امنة انو راح اوصل يعني كان عندي ايمان كبير انو انا بدي اوصل كانت بعرف انا بشو بدي امره يعني كنت جاهزة لهذا الشي كتير وصلت لمطارح انو انا كنت لح انهار يعني او استسلم ما انا هون كن بدي اسألك انو ولا مرة حسيتي انو لا انا اوكي طموحي اني اعمل هاد الحديث بس كأنه طموحي صعب يعني الشي اللي انا عم بطموح له صعب ما له سهل مع هون نرجع نعيد من اول وجديد هي قلة انت بالاول وكتير حبيتها هالكلمة انو هو الطموح هو قوة داخل الانسان هي طاقة هي اللي بتخليك تحفزك لحتى انت تقدم جهود لحتى انت توصل للشي اللي بدك ياه واصلا هي الطموح هو اللي بيعطيك رؤية واضحة يعني اذا انا عندي طموح مع انت انا شايفة لوين انا رايحة وبس كون شايفة لوين انا رايحة معنا تقدم قدرك انو انا سيطلع بوجي هدول العقوبات وهدول التحديات وهدول العراقيل انو انا لازم اتجاوزن فالطموح ما بيزبط الا مع انو يطلع لك عراقيل وتحديات وهي وانت تتجاوزن فهاد اسمه طموح اما غير هيك ما بيكون حدا مستسلم يلي ما بيعيشن هدول التجاري ذكرتلي قبل بشوي بانو الوالد ما كان كتير رضيان عن الفكرة ما كان بده ياكي تفوتي بهذا الموضوع كان عندك بمكان معين مكانية بانك تتخلي عن طموحك لترضي اهلك او لترضي الوالد مثلا انو انا بحب كون طيار بس انو ابي ما كتير فبيوقف طموح هون او لا ما اكيد لا انا كنت كتير صغيرة وقت اللي قطلو بيصير طيار هو ما اخد الموضوع جد اول شي فكرني انو انا من هدول الولاد يلي تبع انو يلا بكرة بتبطل ما تغير الطموح بناء على كل الفترات اللي ما رأتي فيها سواء من الطفولة او انتي وعم تكبري كمان ابدا هلا هو انا عملت بوز يعني مثل وقفته شوي لانو كان اجباري بدي حدا يدعمني ما كنت بقدر انا اجيب هاد المبلغ وانو اطلع الدروس لحالي يعني هيك هو بعد البكالوريا قلت له وقال لي لا اطلو طيب انا اذا ما بدك قال لي اصلا لازم تعملي شهادة جامعية هنا كتير بيهمون هيدا لقصة الاهل فقلت له طيب انا بدي اشتغل بالطيران اي شي اي اي شي بدي شي ضل شوف طيارة يعني فاشتغلت بالطيران بكتير مجالة بكل مجالة تقريبا كل الاقسام تقريبا وهو ضل شايف انه لا انا ما بده بده تكمل بده اكتر كل ما فوت عقسم بقول له لا بابا مو هذا هو يعني مو هذا هو شو شو المراحل اللي ما رأتي فيها مرأت كابتن طيار فتت عملت دورة حجز وقطع تذاكر اوكي هيك اول شي انه شو ادي اديت فموحك كبير بهذا بهذا الفيلد تحديدا لانك انت تكون اوكي انا بدي كون كابتن طيار بس انا قابلاني ان يكون باي شي ضل هادا اي شي اذا بتسأل كل المدراء اللي ما رأوا اللي انا كانوا مدرائي يعني كلهم بيعارفوا كلهم شافوا في منهم بيقولوا بيحكوا فانا ما رأت اول شي بالحجز والقطع بشركة اه اجنبية كانت فاتحة جديد بسوريا بعدين اجا مدير مدير المحطة اللي بالمطار شافني بالمكتب قال له بدي اها عالمطار عم قالولي تشتغلي المطار قلت له طبعا اكيد هيدا وان ستاب اب يعني اوكي رجعت اطلعت عالمطار اشتغلت اه رجعت اه ضليت بالعمليات الارضية هي بقولولي عمليات الارضية اشتغلت بثلاث شركات اه انا قول من واحدة لوحدة اتنين كتير كبار وثالث وحدة هي شركة سورية اه بعدين بالشركة سورية هيدا صرت تشوف الطيارين وطلع عنهم بعدين صرت اسم على المحي حسين انو انا محلي هون انا ماني مرتاحة بالشيئ ماني مرتاحة ابدا صرت بعدين صار يصير حديث مع الفيسبوك مثلا انو اقرأ اشياء وكذا ما افهم انو شو يعني في مصطلحات بالطيران انو ما افهم انو كيف يعني دق اسأل طيارين في رفقات اللي طيارين دق اسألو انو شو يعني هاي وشو يعني هاي بعدين رح تعملت دورة هي دورة مرحل جوي كانت بالأرضية لسه العمليات الأرضية هاي فيها كتير معلومات عطتني ياهن هاي الدورة اللي حتعملتها بالأردن أول وحدة مش هنصير افهم على الطيارين افهم شو مصطلحاتهم بعدين طلعت نقلت على العمليات الجوية يلي فيها ترحيل الجوية اللي هو أنا بكون قاعدة بمكتب وأنا بعمل فايلات الرحلة كلها بعمل خطة الطيران بعمل أزونات العبور بعمل مثلا الطقص شو رح يكون بقلب الرحلة وهيك وهي أنا بحضرها للطيار فينا نعتبر بأنه المشوار ما كان سهل لتحقيق الطموح طويل طويل كتير بس أنا لأنه في أشياء وقفت بيوجي أما إذا اليوم مثلا هلا اليوم في شركات طيران بتعمل كادة بروغرام بتقول لك أنه تعال نحنا منتبنعك نحنا مندرسك ونحنا منعمل معك عاقد خمس سنين وانت بتتدرب عنا وبتكبر عنا بس أنه بشرط تشتغل عنا هيدا المدة في هيدا البروغرام بس مو هون للأسف بالنسبة لهون كانت صعبة شوي علي بس بس خلصت وصلت على المكتب الترحيل كانوا الطيارين أنا كنت على يعني عتواصل مع الطيارين أكتر شي بشوفهم بعطيهم أنا الوراق وهيك وطلع فيهم يعني والله أنا بقدر أنا محلي هون أنا بقدر يعني أنا اللي عم يعمله وأنا بقدر أعمله ووقتها جاءت الفرصة يعني كانت فرصة للصراحة أنا استغلتها هيدا شغلة كتير مهمة أنه أنت بس تجيك فرصة تستغلها للمكسيم لا تقول لا ما رح تزبط لا تقول لا 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 أكيد ما رح أقدر يعني أنا استغلت فرصة كانت النسبة فيها أنا تنجح عشرة بالمية بس لت بجرب ووقتها تواصلت مع إدارة الشركة اللي أنا كنت بشتغل فيها وقلت لهم أنتوا قلت لهم هيك لهم ما بدك طيار بنات طيارين بنات قال يا ريت في قالت لهم اي في على مين قالت لهم أنا أنا حابة قال كيف أنت قالت لهم أنا إذا بتعطوني سبوت بالشركة أنه أنا بتقولولي في إلك مكان هوني إذا رح تدرست ورجعت أنا بروح بدرس أوكي وتحملت دراسة على نفقتك الخاصة أوكي على نفقتك الخاصة رحت ورجعت يعني كانت تستاهل أوكي يعني أنا اليوم وصلت على مطرح الحمد لله كتير حاسة أني أنا وقفة على أرض ثابتة حلو يعني أنا كتير متوازنة ما وارش مجزرة بالأرض واضح واضح حديث وصدقاً ما لهم مجاملة أبداً ولكن يعني الكاركتر الشخصية كتير يعني عاطية كابتن طيار صراحة اليوم بمكان معين الطموح يعني وخصوصي ببلداننا شوي ممكن يقتل الحياة الشخصية اليوم حضرتك صبية الستيريوتايب تبعنا وتبع بلداننا بيكون بأنه صبية بكرة بتجوزي بيصير عندك أولاد يمكن هذا النوع من الأحلام أو من الطموحات ممكن لصبية بيصير صعب لما بدك تختاري هذا الطموح وتختاري هاي المهنة قدي استغنيتي يعني شغلات بحياتك الشخصية كرمال طموحك لك أنا رح جاوبك عني شخصياً أنا أوكي أوكي بس هذا ما بينطبئ على الإنس أو النساء الثاني أوكي أنا رح جاوبك عني شخصياً لسبب لأنه أنا وقت لدرس طيران درست بعمر كبير يعني أنا طلعت بال2019 من البلد لدرس طيران فأنا هون كنت أورادي ماني صغيرة بالعمر لحتى طلعت وقت طلعت درس طيران فهذا الشي هو اللي أخر حياتي الشخصية أو إنه أنا ارتبت أو شي أوكي بس لو كنت أنا عام لهذه القصة من أول ما رحت لعند والدي وقلت له بابا أنا بدي صير طيار كانت ما بتوقف بيوجي مهنة طيران أبداً أوكي لأنه في كتير نساء طيارين وقائد طائرة وكل شي ما تجوزوا جابوا أولاد وبعضهم بيطيروا في كتير أمثلة كتير من مصر من الأردن من لبنان من كل البلدان العربية أوكي هلأ بره ما رح نحكي بره لأنه بره عادي عندهم هيدا لسه بس أنا شخصياً تأخرت لدرسة فالبروزس أنا المرحلة اللي فتت فيها كانت أجباري بدي حط الحياتي على جنب لأقدر أنا كمل كل المراحل الدراسة والتدريب والشغل أوكي يعني أنا درست 2019 طلعت خلصت أخد معي الوقت سنة ونص رجعت على سوريا اختصت لا اختصت بأمريكا رجعت على سوريا تدربت أخد التدريب معي وقت شوي منيح لأنه كانت الساعة كورونا هو وقتها بعدين وقت خلص التدريب رجعت يعني أعدت على الكرسي تبعت بالطيارة بس كان معي دايما قسا عم بيشوفوا يعني كانوا عم بيقيموا الأداء تبعي فأنا لبينما وصلت لمطرح أني أعود وجمع الساعات المطلوبة لأنه كمان فيه شهادات فيه ساعات مطلوبة إشمارية وفيه شهادات غير اللي أنا عملتهم بالأول كمان فيه شهادات بعدين مطلوبة تاخدها على 1500 ساعة فأنا لبينما وصلت لهون وهلأ أفكرة مو من زمان عملت 1500 ساعة عملت هاي الشهادة الأخرانية فأنا هلأ بحس حالي هلأ ارتحت يعني هلأ شوي تنفست وسي كانت مرحلة طويلة وصعبة مشان هيك أنا حطيت حياتي الشخصية على جنب أما لو كنت أنا مبلشة قبل لا أنا ما كانت ما بتخيل كان في شيء بيوقف بوجه عادي يعني مثل متلا تلاقي مهنة تانية بس بيا بس صعوبة أكتر من مهنة تانية بمكان طبعا يعني اليوم أكيد يعني كابتن طيار ما له مثل صبية موظفة بمكان معين بتخلاص بأربعة خمس ساعات أنت في عندك رحلات معينة في عندك التزام بالوقت في عندك سفر كتير في عندي رحلات بتطلع أربعة الصبح في عندي رحلات بترجع سبعة الصبح يعني هي مانا سهلة بس مانا يعني إذا كان الطرف الثاني اللي بده يكون معي كشريك قبلان بتكون فيها توازن هي توازن هو اللي بيحكم كل شيء بالحياة إذا في توازن كل شيء بيكون سهل بصراحة معنات أنت تقليلي أنه أنا ما لي حاسب أني أنا كثير تجنيت على حياتي الشخصية بسبب طموحي كأنك هيك عم تقولي أنا ما تجنيت على حياتي الشخصية لأنه أنا الفكرة مانا مانا هي ملغية هي ما راحت هي موجودة وممكن تتحقق وممكن تتصير ممكن أنا كنت إلغي طموحي وروح على حيات شخصية وتفشل فبكون أنا بس لغية طموحي ما استفدت شي هنن يعني أنا بزع الوقت اللي حدا بيقول أنه يا هاي يا هاي ليش طب فينا نكمل هاي مع هاي يعني فيهم الاتنين يكونوا مع بعضون تمام أم بحكي لك عني هلأ في عيال ما بتفكر هيك في ناس ما بتفكر هيك في ناس بتحط براس بنتهم من أول ما تكون بعدها بالمدرسة أنه أنت آخرتك بيت جوزك وبيت أولادك وعيلتك وهذا للأسف هو الأغلب نسبة كبيرة من الأهالي بتتوجه الصبايا لهذا النوع من الطموح يعني بيحددوا طموحهم تمام بالمدرسة نحن كنا في كتير بنا تجوز وكتير بكير في منهم نكمل وفي منهم نفشلوا بس أنه شو يعني بالعكس أنا بحس أنه لا الأهل اللي عزم يلعبوا دور أنه يقولوا لبناتهم أنه أنتوا فيكن تعملوا هدول الشغلتين فيكن تعملوا هدول الشغلتين ومع بعضون يعني فيك تكوني جاهزة لتتجوزي وتجيبي أولاد وتعمل عيلي أولاد ونفس الوقت تكوني كيان وتكوني حالك أنت وتلاقي كرير لأيك تثبت وجود بالعكس حتى إذا هيدا البنت أو هيدا المرأة تجوزت وجابت أولاد ممكن هي كمان تعطي لأولادة الشي اللي هي تعلمته مية بالمية يعني هي تقدر تربي أولادة بطريقة أن الشي اللي هي كسبته هي عم تتعلم لتفيد حالة وتعمر كيانة فأنا مع أنه الاثنين يكونوا مكملين لبعضهم وبتصير بما كانوا معين أحيانا ممكن نطمح لشي الناس تحاولتوا عينا تقلنا أنه طموحنا خطأ راح تضرنا ما أنا مناسبة لك أمتى الواحد لازم ينسحب بوجهة نظرك ويغير طموحه وهل برأيك الناس ممكن يكون رأيها صح لما شغلة تتعلق بطموحاتنا الشخصية أما هذا الطموح ما حدا دخله فيه حساس هالسؤال الناس يكون إلا علاقة أو تكون صح أو لا ما شرط لا كمان ما فيني ما فيني إلاك لا ولا فيني إلاك حسب مين يعني حسب مين اللي عم يقلك إذا طموح مين اللي عم ينصح اليوم بيجي طيار بالنسبة لأيلي أنا بيقلي مثلا في عندك واحد نين ثلاثة عقبات واحد نين ثلاثة شغلات منيحة أوكي هادا بيقدر ينصحني هادا بيقدر يقلي وأنا هون أنا اللي بقرر يعني هو بيجي بيقلي عندك هدول الأشياء وأنا بحاكم أو أنا بشوف إذا بكمل أو لا بسوقت اللي بيجي مثلا حدا خلينا نقول مهندس مثلا يقلي لا ومثلا هلا أنا في كتير عالم جو قالوا لي كبرتي أوكي وهذا بينحكى هاي الكلمة لأن عادة هذا النوع من الأعمال بده حدا صغير بالعمر كتار اللي قالوا لي كبرتي وفي ناس بالدومين في ناس بالمجال قالوا لي كبرتي وتأخرتي كتار وفي منهم طياري أوكي بس أنا ما اقتنعت أني كبرت يعني أنه أنا اقتنعت بحالي أنه لا حتى لو أنا ما بدي أعمله هلا بيجوز أنا كنت واصلة على عمر على الحد بس قلت لا أنا بدي أخذ الريسك أنا بدي أفوت فيها للقصة فحسب مين اللي عم ينصحك أو مين اللي عم يقلك طموحك تأخرت فيه تأخرت فيه أو طموحك ما كتير منيح أو لا ما كتير منيح أو شي هيك هلا أنا في أفكرة في كتير عالم بيجو يسألوني هلأ أوكي في ناس ومعصلا ومعصلا زمان من يومين في أحدهم تصل فيه قالي بنتي بنتي تندروس طيران أو شو بتنصحي هلا أنا لأنه بعرف شو العقبات اللي ممكن تواجهها هون أوكي بقدر إلا أنه أي أو لا بس أنا ما بكسر هذا الطموح أبدا يعني أنا بنصحها ولازم هي اللي تقرر إذا بتكفي أو لا أوكي هلا بالنسبة للأولاد الزغار هدول أنه الأهل لازم يكونوا تبنينهم وهن اللازم يعاملوا هيدا الشغل عنهم لازم هن يعرفوا أنه طب أنا بابني هيك يعني مثلا وقت كنا صغار بيقلولك لا أنا بديعي يطلع دكتور طب صح ليه بديعي يطلع دكتور بل كي هو بيقدر يأبدع بشي تاني فن مثلا أو إعلام أو أتأبر فأنا بحمل المسؤولية الكبيرة للأهل يعني إذا كانوا بعضهم الأشخاص بعمر صغير أما إذا كان الواحد عنده هذا الطموح وكمل فيه وكبر ووعي لا حتى مين ما قاله أي شيء لا ما لازم هو يوقف عند حدا هو يقرر هو يشوف بيظن الشي اللي عم تمرق في بلدنا وحضرتك قبل شوي زكرتي بأنه أنت بداية المشوار كانت في 2019 يعني بظل أزمة وبظل حرب وبيظل كثير أمور وقصص تانية عم بتعيشها كانت سوريا طبعا أنا بالموس هذا الشيء وأغلب اللي عم يسمعونا بيرمسوا بأنه نحن اليوم شبابنا وصبايانا بنفس الطريقة وبنفس الوقت صار في عندهم نوع من أنواع فقدان الطموح يعني اليوم أنت مثلا أغلب شباب والصبايا بيقولك أنا بديدرس بكالوريا سافر بردات البلد يعني حتى ما عادوا عم يفكروا يدرسوا الجامعة بسوريا لأنه للأسف صارت الشهادات بره أهم من شهاداتنا بظل بظل كل شيء كانت عم تمرق فيه البلد وأنتي ما فأتي الطموح وظليتي مصرة على أنك تكملي طموحك أدي هذا فيه قوة بمكان أدي فيه تحدي أدي فيه إصرار يعني اليوم اللي عم يسمعك شواء شباب ولا صبايا أدي بديك تقليلهم أنك تكون مصر على طموحك لا تحققه وما تتحجج بالظرف لأنه اليوم الظرف ما هو اللي بيحدد اليوم وجودك معنا اللي عم تحكي عن وضوع الطموح هو أكبر دليل على أنه الإصرار على الطموح هو الشيء الأساسي يعني أنت أصريتي مرأتي بكتير أمور مثل ما كنا عم نحكي هلأ تدرجتي بموضوع الطيران من حجز التذاكر واتجاها لكابتن طيار وكل هذا بظرف اللي يعتبر ما له ظرف صحي كظرف بلد يعني اليوم لو كان هذا الطموح موجود بغير بلد أكيد كانت انفتحت له أفاق أكبر وبحال كان هذا الطموح موجود ضمن غير ظرف بظرف صحي بظرف تاني كان أسهل يمكن تحددتي الصعوبة تحددتي كل الظرف اللي كان في مرأة في البلد وضليتي مستمرة على الطموح شو بتقليلون اللي عم يسمعون أهم شي بهذا الموضوع هو أنه أنت من جو تدفوش حالك يعني الشخص اللي ما عنده طموح هو شخص ميت هو شخص ما عنده شي عيش كرماله يعني مثلا عندك مثلا يعني ما كتير ضروري أنه جيب هيدا اللي عم بدي أعطي تشبيه صغير مثلا بالسويد حالات الانتحار كتير عالية لأنه كل شي موجود كل شي جاهز هنن ما عندهم طموح ما عندهم شي يتبحوله يعني هنن فائقين قاعدين كل شي مأمن لإلهم اليوم الشخص يلي بيسعى ليكون عنده هدف يوصل لإله بناء على طموحه هذا الزلمة عايش هذا الزلمة عايش كرمال شي عايش ليثبت أنه هو قادر يوصل لشي اللي يبدو يعني طموح هو أكتر شي بيخلي الإنسان حي من جوه بيخليه يستمتع بالحياة مع أنه بيعرف هو أنه رح يمرق بكتير عقبات بس هو عايش هو حدا يعني أنت أصلا وقت اللي بتخلق بتخلق مقاتل فايتر يعني أنت بتخلق عايزة فايتر وإنت بدك تقاتل لتوصل في ناس بلق يدين وبلق أجرين وهنا نبطال بالرياضة مثلا في ناس ما فينا نحنا نضل حاطين ما في شي بيحدد طموح خليل أقول الكلمة بهذا المعنى أنه أنا لما بيكون في عندي طموح ما لازم يكون في عندي شي بيحدد أبدا لا ظرف بلد ولا ظرف أنه أنا صبية أو امرأة ببنطقة عربية وهلأ رح بحكي عن هذا الموضوع مع حضرتك بأنه اليوم المرأة ببلداننا ومجتمعاتنا وبمنطقتنا العربية للأسف بما كان معي بيكون في عندها صعوبة بتحقيق الطموح يعني مجتمعاتنا دايما بتشوف المرأة مضطرة لتواجه مجموعة من الأمور ما كتير بيواجهها الرجل صار معي كيك شي أكيد مثل بس بدي أقول لك شي نحن هلا أنا أنا هون أنا سورية أنا جيت بلد اسمها سوريا سوريا من زمان هي بلد عاطية للمرأة حقوقها وبتعطي للمرأة مثل مثل عطت تفرص للانتخابات ولل تقترع ولتعطيها مناصب دكاترة مهندسات معلمات إعلاميات كل شي في حتى سياسيات فإنه ما فيني أقول أنه نحن بمجتمع عربي منغلق نحن مجتمعنا العربي الحمد لله منفتح بس بيخضع شوي لمشوعة من العادات والتقاليد أكيد الشغلات هي موجودة ضمن منطقة العربية بشكل عام مئة بالمئة بناء على أنه أنا مولكل جا ضدي في كتير عالم جت في حدا أجه ضدك في كتير مثل ليه كانوا عم يجوا ضدك شو السبب؟ ما بعرف ما بدنا نسألون يمكن عندهم مشكلة من شعورهم أنه إذا وصلت لهذا المكان بيصيروا بيحسوا أنك أنت تفوقت عليهم؟ بيجوث هلأ هو بس مو مهم يعني بالأخير بس أنه هلأ هنا قليات كتير إلى العالم اللي كانوا ما دعموني يعني بس أما بالمقابل الأغلبية الكتيرة يعني حتى أنا فيني ألك 99% حلو من النساء والرجال في هذا المجال دعموني حتى الركاب حتى المراقبة الجوية حتى البرج حتى المطار حتى كل الموظفين بهذا المجال شو حلو أغلب حكي والله كلهم يعني 99% كلهم بيقلولي كلهم بيحكوا معي حكي حلو هدول الأقلية اللي أجوا ضدي معنون مهمين بظن أنه عندهم مشكلة تفوق هلأ هون بقى هدول اللي أجوا ضدي إلي بيجوا ضد أي حدا عنده طموح 100% هلأ وقت اللي بدون يجوا ضد هدول العالم هون بقى أنت يعبد ترد علي هون يا أمم يعني بتتجاهلون خلاص هدول موجودين بأي مهنة وبأي دومان وبأي بلد وبأي هدول هنن هيك هنن تركيبتون هيك فأنا ما بيجي بوقف وبقول أنه المجتمع العربي كله أجوا ضدي له على الصراحة نحنا عن جد ومجتمعنا عن جد معلم واعي مثقف ما رحقول الأغلبية بس في كتير منهم صار عندهم وعي لأنه المرأة بيحق إلا تعمل شي وتأنجز شي وإذا أنجزت بتأبدع فالي بتمنى أنه يكون فيه مثل توعية أو تسقيف بالمهن كلها أو بدور المرأة بالمجتمع يلي بتقدر تعمله هي وتأدمله للمجتمع لأنه في كتير مثلا طبيبات أنقذوا أرواح لناس بيعتبروا أنه هي ما فيها تعمل وبعدين تغير عقلهم أو رأيون فيها صح في عوائق يعني عوائق كتير بالمجتمع العربي بس يعني أنا بدرت أتخطاها كتير الزعل وين الزعل وقت اللي بيكون العيلة كلها هيك مكونة أو رب البيت هيك هو هيك تفكيره وبينقلها للولاد صح هون الزعل أنه أنت طيب أنا بيقلها لبنته مثلا لا أنت أنت مكانك البيت شو مكانك البيت ليه ليه ما بتعطيها فرصة وبتشوف كيف أنه هي بتقدر تكون مثلا مثل ابنك صح أنت اللي رافع راسه في أنه إجاز صبي وكذا وهيك البنت بتقدر تعمل نفس الشي فإن شاء الله مع الوقت وهلأ في دليل هذا الشي أنه المجتمعات العربية الدول الجوار كلها عم تنفتح بشكل كتير كبير مئة بالمئة وعم تحاول تورجي أنه لأ نحنا بنقدر ليه للعالم كله يعني أنت اليوم وقت اللي بتلغي دور المرأة بدولة معينة معناتها أنت في عندك مشكلة كدولة صح طبعا فشو عملوا صاروا الدول هنن ينفتحوا هنن يخلوا المرأة تنخرط بالمجتمع والطاعة يتقدم فيه والحلو بالموضوع أنه مثل ما ذكرتي قبل بشوي دانيلا بأنه نحنا بلداننا من الأساس بتشجع المرأة يعني ومؤخرا صرنا عم نشوف البلدان أنه ما كانت تشجع المرأة هذا قصلي تماما يوم صارت عم عم تدعم وبشكل كتير كبير يعني يوم مثلا عادة كان عندنا نظرة بالنسبة لدول الخليج بأنه ما كتير بيدعموا المرأة ولكن اليوم هنن أكبر الداعمين للمرأة لعمل المرأة لطموح المرأة ويمكن نحن نحن اللي صرنا اللي كنا قبل نحن السباقين نحن اللي صرنا شوي متأخرين عن الموضوع يعني في دول ما كان عندهم ولا طيار بنت مثلا وهنن دعموا وهنن رفعوه وهنن وقت اللي صارت كابتن يا ويلي شو عملوا له لما صرتي كابتن يعني كيف شفتي الفيدباك من العالم الفيدباك من الأشخاص اللي تشتغل معك الفيدباك من الأشخاص اللي كانوا مثلا بمكان معين ما لهم مشجعين الفيدباك من من الأشخاص المقربين لإليك مثلا الأغلبية كان الفيدباك كتير حلو بالعكس أنا كل كلمة كنت أسمعها وقت اللي أنا خلص يعني وصلت لهذا المكان كانت ترفعني أكتر حلو كل يوم باسم أنا لهلأ هيك يعني لهلأ باسمع حكي من كتير عالم بكل المطارح يعني مثلا بالطيران ولا بره رفقاتي أصدقائنا بالشارع الركاب لتلك كلهم بيحكوا حكي بيرفعني كتير لفوق يعني بخليني حس انه منيح اللي عملت هيك منيح اللي ساويت هيك عن جد أنا وصلت وعن جد قدرت أعمل شي قدم شي بمبسط كتير أني سورية يعني أنه أنا شخص سوري وقدر يعمل هيك شي بوقت أفكرا نحن كطيارين نساء نحن بالعالم كل يعته تسعة بالمئة بس تسعة بالمئة تسعة بالمئة نحن بس بس بسوريا هلأ حاليا بس أنا كما عافية غيري بتمنى كتير يكون في طيارين نساء بالمستقبل بس بالأخير بقلك أنه هن الأغلبية كلهم كانوا واقفين معي وكلهم كانوا مبسوطين يعني قلبي بكبر من النون هن هدول الناس اللي ما كانوا دعمين لألي ما مهمين بالنسبة لألي ما كانوا مهمين أنا اللي بهمني الناس اللي دربوني الناس اللي كانوا معي بكل خطوة بكل شغلة صعبة ما رأت فيها بكل شغلة بكل موقف بشع بكل موقف حلو مدربيني كل يعتهم بدون أي استثناء أنا بتشكرهم كل يعتهم كانوا من الدعمين الأكبر رأي لي والشركة اللي اشتغلت فيها مدرائي زملائي كل يعتهم طيارين كانوا كتير مناح معي كان فيه إيمان كتير كان فيه إيمان بطموحك كان فيه إيمان بأنه أنت لازم توصري للشيء كتير كتير بشكل عام دانيلا مين اللي لازم يكون داعم لطموح المرأة هلأ عم حدد بالنسبة حضرتك مرأة اليوم تحققتي طموحك مين اللي بتحسي أنه هو الأبرز الداعمين لإلك؟ هي هي نفسها بالدرجة الأولى هي بعدين طبعا أكيد البيت أكيد العائلة أكيد الأهل بس هي حتى تقدر هلأت لك أنا البابا بالأول كان ضدي بعدين كان الدعم الأكبر والأول أكثر واحد دعمني بعدين هو أبي بس ليه؟ أنه أنا دعمت حالي يعني أنا بدي أنا ورجيت وقديش أنا حدا جدي بالموضوع وأنا حدا بدي يا هلأ لسه أصحابي كلها يعتون بيعرفون وقت ما كنا كتير صغار وإنهم يسمعوني بيعرفوا من وقت ما كنت بالحضانة كنت أقول لهم أنا بيصير طيار أنا بدي يصير طيار وما صرت بس آخر شي يعني مرأة بكتير صعوبة فالمرأة هي اللي بتدعم حالة بالأول وهي اللي بتقرر وبتساوي حالة وما بتقتل طموحك طموحك العظيم يضل أنت وقت اللي بتنمي بتكبره تهتم فيه بيوصلك لمطرح أنه يعطيك الإدراء أنك أنت تبذل هذا المجهود لحتى توصل للشي اللي بديك يعبر الحياة فهي بدرجة الأولى الأهل كتير بيلعبوا دور بصراحة يعني أنا بابا دعمني ووالدتي بعد ما أبي توفى هي أخدت الدور ووقفت معي كتير كتير يعني أنا ما فيني إنكر له أبدا أبدا لهلأ أفكرة حكي لي هلأ أبدا أبدا أرجع كمان شوية للشخصي بعيدا عن موضوع الطموح ووالما له بعيد يعني هو ضمن ضمن سرديتنا وضمن الحديث اللي عم نحكيه حكي لي عن اللحظة دانيلا اللي وصلتي فيها لأنك تكوني عم على كرسي الطيارة وحققتي بالدكار حققتي الطموح حكي لي عن هذا الباشن عن هاي اللحظة كيف حسيتي فيها وشو كنتي عم تحاولي تقولي لحالك كما وصلتي لهذا المكان أدري نالين أدري نالين كتير كان يا لطيف على هديك اللحظة كانت ماني مصدقة يعني أنا ما معقول أنا وإخي إنه هلأ هيك إنه هون هلأ هيك أنا هي لحظة بتحس أنت بتكون عم تمرق بصعوبات صعوبات 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 وكتير ووقت وبتقولي يا الله ما عم يمرق هلوقت وما عم بقدر أوصلوا هيك وفجأة كل هاد اللي ما رأت فيه بيروح بيختفي بتحس حالك أنا وصلت هيك فجأة ما بعرف كيف عادت هون وصرت شخص مسؤول يعني أنا هلأ هون بهذا المكان شخص مسؤول نحن صحة اتنين بالكوكبيت صحة اتنين بقمرة القيادة بس أنا جزء كتير كبير من هيدا المكان لأنه أنا الكابتن مثلا اللي قاعد عشمالي هو ما هو خلص هو حدا حدا مخضرم على هاد الكرسي حدا هاي أنا اللي بدي أثبت حالي ضرب مليون أنا اللي هلأ بدي بلش عمر تبعي وعمر السمعة تبعي كطيار جيد ومحترف ووواء إلى آخر فأنا شو حسيت حسيت أنه أنا نكبت من السماء أنا هون ما بعرف كتير كان الشعور بيخوف وحلو بنفس الوقت عن جد أدرينالين ما بعرف أوصف لك أنا كل مرة بيسألوني شو كان شعورك أول مرة طلعت يبطي بطيار بلون ما بعرف لأنه ما بينوصف قد ما حكيت وقد ما قلت لك كلام أنا ما بي في حق هيدا الشعور وتحقيق الطموح هو إشي كتير حلو الحلو بالموضوع أنه نحنا لما نحضر لهذه الحلقة لما كنت عم يعني لما كنت أنا عباري أحكي عن الطموح كنت حابب أن أحكي على تجربة بالفعل هي حقيقية هالأد هاي التجربة اللي برجع بإليك أنه نحنا نفتخر فيها نحنا نفتخر بوجود بوجود حدا قدر يعمل من طموحه شغلة كتير مهمة شي على مستوى سوريا كتير مهم شي على مستوى العالم لما بيكون فيه 9% تسعة بالمئة نساء كابتن طيار شي مالو سهل أبدا طموح التحقيق صعب مثل ما عرفنا منك هلأ خلال الحلقة مالو سهل أبدا ولكن نحنا أول واحدة منفرح منبسط منشوف حالنا فيك كلك زو شكرا يعني شايف هاد الحكي يعني أنا قديش هلأ ما ما الدنيا موسع نتني يعني هلأ بيطلع منك هاد الحكي بعد شو بيطلع من حدا تاني أنا حدا ماني مصدق أدي أنا صح تعبت بس لك لأوين وصلت يعني فهو الشي ما لازم الواحد يوقف أبدا 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 لازم يكمل وعفكرة أنا لهلأ مثبت حالي لهلأ عمدي طموح ولهلأ لسه طريقي هلأ شو الطموح شو الطموح لسه لسه يعني بما أنه أنت وصلت إلى شيء مكان معين أنت بدك يا هلأ لسه طموح بيتجدد بيضلوا بيكبر أكيد أنا أنا وقت الطيار في عنده كتير لحظات الطيار بحياته أول شيء وقت بيطلع أول مرة بطياره لحاله هيدا الطيران المنفرد مثلا تاني وحدة وقت اللي مثلا بيخلص رخص الطيران سيهية بعد الاختصاص عندك التدريب بعد التدريب وقت اللي نحنا كمان عنا شراية هدولي بتدل على أنا هلأ بأي مرحلة من مراحل الطيران فوقت اللي بيبلش ينتقل من مرحلة المتدرب لمرحلة طيار جونيور بعده جديد بعدين وقت اللي بيصير طيار سينيور بعدين عندك هدولي كمان بعدين في عندك الساعات مثلا كم ساعة أنا هلأ معي أنا هلأ في شهادة ما بتخولك بلاها بدونها أنا كتشتغل بشركة طيران عالمية برا يعني أي شركة طيران اليوم ده توصفك بتقول لك اي طيب انت معك هاي الشهادة اسمها هيدا ما فيك تعملها أصلا لحتى يكون معك 1500 ساعة مينموم تمام فأنا هلأ عن جديد خدت وهلأ ساريت معي هلأ الطموح القادم هو هاد لا هلأ خلصتها هاي عملتها هلأ طموح القادم طبعا هو طيار قائد القادم أكيد يعني أني أعود هيدا بيقلولك from right to left نحنا أنا بيقلولك على الright seat هلأ على الكرسي اليمين بالطيارة فبيقلولك from right to left وهي هيدا اللحظة العظيمة بحياة الطيار بعد ما يعود على left ممكن يصير مدرب مية بالمية يعني أنا بيقلولي يعني بس مثلا بدوني عقبال الأربع شرايت ونجمة هي هيدا لي للطيار قائد مدرب تمام فإن شاء الله هنالأربع شرايت ونجمة ياريت أنا أتمنى أنه أوصل لهون وإن شاء الله يعني why not ممكن بدي روح بقى هلأ شوي هيك أنهي الحديث مع حضرتك بمكانه معين بكرة إن شاء الله المستقبل بيكون حاملك إنك تعمل عائلة وصير فيه وداد سواء شباب أو صبايا رح تكوني دعمة بطموحاتهم أكيد بنسبة قديش نسبة مليون بالمية أنا ما بحب روح إلهم مثلا أنت شو بتحب شو حابب يعني أنت شو حابب ورجيني أنت شو بتحب وبحكي باخد بعطي معه بقول له أنت قلي ليش مو مثل ما كانوا يعملوا من زمان أهلنا أنه لأ أنت دكتور أنت مهندس أنت صيدة لعني خلصوا هدول هن شو ليه طول بالك فتركوا المجال يعني ممكن الواحد يأبدع بكتير في ناس درسة طب وتركت وأبدعت بغير مجالات هو الطموح والهدف والباشن كلهم هدول إذا ما كانوا موجودين ضمن الشي اللي أنت عم تشتغري بتحسي حالك أنك أنت ما عم تعملي أنا دائما بقول لهم مكاني اليوم هون بالإزاعة هو الباشن تبعي أنا وقت اللي بطلع على الهوى بحس حالي عم بعمل شي ليك هاكم أبدع مثل اللي ما أنت وقت اللي بتكوني موجودة بقمرة القيادة بالطيارة بتحسي حالك عم تعملي شي أنا بدي تشكري كتير شكرا على هالحديث وهالسلدة الرائعة شكرا مرتاني لوجودك الكابتن طيار دانيال لرزق شكرا لإلك وهلا وسهلا فيك شكرا لديالوج وللمدينة ولكل اللي قايمين على هذا المرنامج كتير حلو أنا كتير كنت مرتاحة ومبسوطة وعن جد حسيت حالي نيح أنه في عنا هيك برنامج خلينا نحكي يعني بس نحكي ونورجي الحقيقة لكل العالم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وأتمنى أنه تكون هاي الحلقة ملهمة لكتير أشخاص عندهم طموحات كتير كبيرة بالحياة لا يقدروا يساوها لا يقدروا يتمسكوا فيها لا يقدروا يقولوا أنه طموحي ما بيوقف لا على بلد فيها حرب ولا على شيء أنا ما بقدر بعمله ولا على شيء يمكن يكون هو صعب مثل ما هي مهنة الطيران صعبة نتمنى أنه نكون هكي عام نحط هكي ولا نقطة صغيرة بمكان ما إن شاء الله الوحدة من هو من جواته يعني ما يحط حجب شيء مو بده يعمل شيء لحاله يعمل وينما كان بسوريا برات سوريا بس المهم هو ما يقتل حاله من جوه خليه عايش لا يقدر يكمل شكرا جزيلا فخورين فيكي مرة تانية شكرا جزيلا